بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة رامي عزة الفيديو هنتكلم فيه عن استراتيجيات متقدمة لترويج المحتوى في 2019 وطبعا طالما قلنا استراتيجيات متقدمة فممكن ما تبقاش مناسبة للناس كلها ولكن الاستراتيجيات المتقدمة هي بتكون مناسبة للناس اللي عندها بالفعل موقع يكون فيه محتوى جيد يكون فيه عدد جيد من المقالات وعاوزة توصل لي انها تكبر الجمهور بتاعها يعني بشكل كبير مش مجرد الاستراتيجيات اللي انت بتتبعها في البداية وبتستمر طبعا عليها زي ان انت تعمل شير على صفحات السوشيال ميديا زي زي الامور الاخرى لا في بعض الاستراتيجيات المتقدمة اللي هتذكر في هذا الفيديو بل ان بعضها لا يناسب المحتوى العربي وطبعا عند كل استراتيجية هقولك بتناسب مين اكتر ناس ولو فيه امكانية ان انا ورهالك بشكل عملي هورهالك استراتيجيات متقدمة لترويج المحتوى في 2019 قبل ان ابدأ في التقديم ساعود بك لحظة للعام السابق 2018 لاخبرك انه عند الحديث عن الامور التي تتعلق بترويج وتسويق المحتوى يمكن لعام واحد فقط ان يحدث فارقا هائلا وذلك نظرا لتغيير احتياجات الجمهور وايضا تغيير الانظمة الاساسية التي يستخدمها المسوقون في ترويج المحتوى الخاص بهم طبعا كل سنة بيكون لها استراتيجيات احيانا بتكون مختلفة عن السنة الا قبلها وفي الحقيقة ان مجال التسويق للمحتوى مجال متطور ومتجدد باستمرار لذلك يجب عليك المتابعة الدائمة لذا سأقدم لك اهم سبع نصائح وطرق قابلة للتنفيذ لترويج وتسويق المحتوى لتحسين استراتيجيتك في 2019 سبع نصائح وطرق قابلة للتنفيذ لترويج المحتوى في 2019 تعالوا نبدأ اول طريقة قسم المحتوى الى اجزاء بحيث يمكنك مشاركتها على السوشيال ميديا يعني ايه الجزئية دي لانه ممكن من الكلام انت ما تبقاش فهمه يعني مثلا انا عمل مقالة عن افضل او اكثر عشر سيدات تأثيرا في الوطن العربي ماقولش للناس لرؤية المقالة لو انا بعمل شير على السوشيال ميديا اي نوع من انواع السوشيال ميديا هضرب مثال بالفيسبوك مثلا بتحط على صفحة بتاعتك ماقولش لرؤية لمعارفة افضل عشر سيدات تأثيرا في الوطن العربي انقر هنا لا المقالة لازم من جوة تكون متأثمة كويس كل سيدة موجود مثلا الصورة بتاعتها ومكتوبة عنها فقرة بشكل كويس جدا لما اجي اعمل شير اراح واخد سيدة منهم واحدة بكل المعلومات اللي مكتوبة عنها داخل المقالة واروح اططها على السوشيال ميديا وقول لرؤية باقي القائمة انقر هنا حتى لو سواء انا بروك بشكل مجاني هيلفت الناس اللي هيقعد يقرأ كل ده اكيد هيبقى شخص مستهدف هيقدر ان هو ينقر على الرابط بسهولة الحاجة التانية لو شخص من نوع الكسول اللي هو تفكيره يا لسه هضغط وهروح على الموقع لا انا ممكن برضو اكون شدته اكتر بالمعلومات اللي انا حطتها قدامه على الفيسبوك حتى كمان لو هتعمل اعلان مدفوع بيبقى الافضل ان الاعلان يكون مكتوب فيه كم عن المحتوى اللي انت بتقدمه ما يبقاش لمعرفة كذا انقر هنا لا هتلاقي نسبة حتى الكليك ريت اليلة جدا لكن نسبة الكليك ريت بتعلى لو انت موضح ومفسر اكتر عن المحتوى بتاعك في البوست اللي انت حطه على شبكة السوشيال ميديا الخاصة بك استخدم عنوين مختلفة يعني ممكن ده كمان يساعدك ان انت تسوق للمقالة بعنوين مختلفة يعني ايه يعني كل مرة بتحط سيدة مختلفة وبتذكر الفقرة بتاعتها وبتقول لمعرفة الباقي انقر هنا فده امر بيساعدك بشكل كتير جدا ان ممكن انا ما كن او ما كنش مهتمة اوي بالشخصية اللي انت ذكرتها فما انقرش لكن تيجي في مرة تانية او في يوم تاني الاقي شخصية انت حطتها انا مهتم بيها ابدأ انقر على المقالة لان الشخصية اللي انت تكلمت عليها انا بالفعل مهتم بيها طبعا هنا مش لازم المثال ده يسعى ليه اي مثال في اي نيتش ضع فقرات قصيرة زي ما قلنا من المحتوى بعد كده تضع رابط المقالة بتاعتك انت بحيث ان امر ازاي ده طبعا بيزود نسبة النقر على الرابط الخاص بك مثلا انتقل الى المحتوى الخاص بك واسحب 20 فقرة من المحتوى بتاعك او 10 فقرات على حسب المقالات زي ما قلنا وشارك هذه الفقرات على وسائل السوشيال ميديا عشان تعمل اويرنس للبراند بتاعك بشكل عام وتجيب زيارات للموقع بتاعك الطريقة التانية اذكر الاشخاص الخبراء كمصادر في مقالاتك للأسف كتير جدا في الوطن العربي مش بيحبه امر زي ده اذكر اسم الاشخاص الذين اشرت اليهم سيرى هؤلاء الاشخاص انك ذكرتهم وسوف يعيد البعض مشاركتها يعني ايه يعني انا مثلا في مدوانة رامي عزة انا شخص لست متخصص في مجال السيو يعني المدوانة بتاعتي ما انفعش اتقال عليها دي مدوانة سيو انا مش متخصص في هذا المجال اه امتلك الكثير من المعلومات عنه ولكن مش متخصص فبالتالي ممكن اجي في مقالة عندي انا يكون مثلا بتكلم فيها عن السيو اقول مسلا لرؤية مزيد من الدروس على السيو او اذا كنت مهتم بالمجال مثلا اه اليك هذه المقالة وارح نصح الناس بمقالة تكون موجودة في مدوانة عربية اخرى بتتكلم عن السيو هذا الشخص لما يلاحظ ان انا عملت حاجة زي كده ومن خلال جوجل اناليتيكس لاحظ ان فيه كمية من الزيارات بتجيله وبدأ يحلل الموقع وعرف ان انا اللي بعتله هذا الكم من الزيارات ممكن هو يرد هذا الامر يبدأ في مقالة يقول مسلا للناس اذا كنت ترغب فيه المزيد من الدروس عن التجارة الالكترونية او فعليك بمدوانة رامي عزت ايه الفايدة اللي حصلت هنا لو المدوانة بتاعتي انا مثلا بيجيلي خمسين الف زيارة في الشهر وهو بيجيلي خمسين الف زيارة في الشهر فانا ممكن اكون شاركت ان فيه الف او الفين واحد من الجمهور بتاعي عرفوه وهو كمان شارك ان الف او الفين واحد من الجمهور بتاعه هو عرفني تخيل امر زي ده لو انت قدرت تعمله مع عشر مواقع او مع خمستاشر موقع فاصبحت ان انت اه في المقالات بتاعتك اتكلمت عن عشر او خمستاشر موقع اخر ولكن بالمثل في عشر مواقع او خمستاشر موقع اتكلموا ايضا عن المدوانة بتاعتك وارسلوا لك ترافك وجبهو لك وجبهو لك جمهور مهتمة اصلا بالمحتوى بتاعك هنيجي بعد كده للنقطة المهمة اللي الناس بتقول طب افرد يا رامي ان انا عملت مقالة وبدأت اذكر فيها روابط لمقالات في مواقع اخرى بس الشخص ده اصلا معارفش ان انا ذكرته مش محترف اوي هو زي ما انت بتقول بشتغل في سوق تانية زي سوق التخصيس او حاجة زي كده والشخص مش بيفتح جوجل اناليتيكس اوي ويقعد يبص ويشوف الزيارات بتجيله منين وما يعرفش اصلا ترتيبه في اليكسا كام طب هيذكرني هو ازاي هستفيد انا ايه ده اللي هنذكره في النقطة التالتة اللي هي اخبرهم انك قمت بذكرهم في المقالات بتاعتك انت في اي وقت تتحدث فيه عن شخص ما او اذا تضمنت رابطا لمقال ما ارسل لهذا الشخص ايميل لاخباره انك فعلت ذلك وبالتالي هو هيبدأ يرد عليك وهيبدأ يذكرك انت كمان انا هذكر لك هنا مثال اليك مثال بسيط لهيكل او شكل الايميل الذي سترسلك الصورة دي كانت من الانترنت وعدلت عليها بشكل بسيط دي طبعا انا كتبها بلغة انجليزية لان بالعربية هيكون سهلة بالنسبة لك لكن بالانجليزية عشان لو انت ضعيف في اللغة الانجليزية تقدر تاخد كوبي نسخ لهذه الفقرة ايه المحتوى اللي بنقوله hi وبعدين person's first name يعني اسمه مثلا لو هو اسمه john يبقى hi john i hope things are going well اتمنى ان الامور معك تكون ماشية بشكل كويس my name is rami هنا هتحط اسمك اسمي اسمي رامي from او وز على حسب البراند بتاعك from rami.com اللي هو النيوتش بتاعك او البراند بتاعك ايه لو ذكرته في حلقة صوتية هتقول له podcast ان انت عملت حلقة صوتية على حسب بس هنا انا هاخد المثال البسيط اللي هو انا نشرت مقالة وذكرت المقالة بتاعته كمصدر في مقالتي انا او نصحت الناس تزوروا المقالة بتاعته في مقالتي انا اللي حصدها على الموقع بتاعي فبقول له i just published a new article انا نشرت مقالة جديدة and included وحط الرابط بتاع مقالته هو from your website هنا name of content بتاعه وذكرت فيها الرابط ده اللي هو مقالتك انت من موقعك i would be grateful if you could send me your thoughts انا هبقى يعني ممتن لك لو انك ارسلت لي رأيك وقلت لي يعني رأيك في هذه المقالة شكرا وفي تاخر تحط your name اسمك طبعا لما هو يبدأ يرد عليك ويقول لك بصراح انا متشكر جدا كذا 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 يعني انت خايل ان انا عملت مقالة وروح تمسميها مثلا اكثر عشر سيدات زي ما قلنا كده تأثيرا في الوطن العربي وذكرت واحدة منهم شهيرة جدا مثلا المدونة بتاعتها بيجي لها مليون زيارة في الشهر هي هتفرح جدا بامر زي ده فلما رسلها كمان وقولها على فكرة انا ذكرتك عندي انا عملت دراسة وجبت افضل عشر مواقع في الوطن العربي او كلمت عن اكثر عشر سيدات في الوطن العربي بيأثروا في الناس وذكرت حضرتك واحدة منهم هي ممكن تعجب جدا بحاجة زي كده وتيجي على المدونة بتاعتها او على قناة اليوتيوب بتاعها او لو عندها حساب انستجرام تبدأ تذكر ان رجعوا المقالة دي صاحب الموقع ده مكتهد وعمل مقالة كذا كذا وانصحكم تشوفوها ليه هي بتوجه الجمهور عشان يشوفو ان في موقع اخر عملا يتكلم عن الناس النكحين وان هي مذكورة منهم في يعني من الاخر اللي هي بتشهيص نفسها زي ما بنقول كده بالمصري قدام الجمهور بتاعها النصيحة الرابعة راسل المؤثرين مباشرة على لينكد ان لينكد ان هنا انا ذكرته لانه بصراحة بقى طفرة كبيرة حاليا في السوق الاجنبية لكن للاسف الشديد لسه متعرفش بشكل كبير في الوطن العربي اذا كنت لا تمتلك الايميل الخاص بالشخص الذي تتحدث عنه يمكنك الوصول اليه من خلال لينكد ان لان في بعض المدونات وسيلة التواصل بتاعته ان انت تتواصل معه على لينكد ان بقى مشهور الامر ده في الكثير من المدونات الاجنبية طبعا يجب ان تمتلك حساب في لينكد ان اولا سهل جدا زي ما بتعمل حساب فيسبوك انظر على الملف الشخصي الخاص بهذا الشخص لاجاد الجروبات المشارك فيها انضم لهذه الجروبات وبصفة قعده ستتمكن من ارسال طلب الاتصال او اتصل به بشكل مباشر ده بالنسبة لينكد ان لينكد ان هنا مش يعني انا ذكرته لان هو ده بدلوقتي بقى ظاهر جدا في الاسواق الاجنبية لكن لو انت المكان اللي الشخص ده اكثر تواجدا فيه كان شبكة التواصل الاجتماعية تانية كان مثلا الفيسبوك خلاص ارسله على الفيسبوك على قناة اليوتيوب بتاعته ارسله على قناة اليوتيوب بتاعته يعني ايا كان الوسيلة اللي انت تعرف تتواصل مع هذا الشخص الفكرة انك هدفك في نهاية انت تذكره اولا ثم تطلب منه ثانيا بعد لكن ما تبعدش لحد تقول له من فضلك تكلم عني في الموقع مش هيتكلم عنك هيقول انت مين عشان يتكلم عنك فاهم لكن لما انت تكون تكلمت عنه الاول وذكرته بشكل كويس تقدر تطلب منه المثل هو وقتها هيكون فرحان ان هو يوجه جمهور الى المقالة بتاعتك عشان يعرف جمهوره ان يشوفه حتى المقالات اللي في الموقع الاخرى بتتكلم عننا برضو فهو بياخدها من باب الشهرة لهو وفي الاجانب مشهور عندهم اوي حت التوبيباك ان هو بيردلك الجميل زي ما انت ذكرته بيردلك الجميل ولو كان الموضوع في نيتشي ميك موني بيبقى الناس طبعا فهمة اوي ان ده كمان باك لينك يعني مش مصدر زيارات بس بس احنا دلوقتي بنتكلم عن جلب الترافيك وليس الباك لينكات النقطة الخامسة تحويل المحتوى الى فيديو وده امر انا خدته بصراحة وجربته في اكتر من فيديو من اليكس اند لورين في مدونات كريت اند جو دايما كلم يعملوا مقالة تقريبا يروحوا عاملين عليها فيديو يكونوا بس بياخدوا جولة ليه كم بتحويل اشهر المقالات الى فيديو اشهر المقالات اللي موجودة عندك انت بتبدأ تحولها بعدك انت بتتكو önemli تستخدم برنامج زي كانتزيا مثلا بتسجل لمق까요و تضع على اليوتيوب وانت بتشرح كده المقالة بتاعتك بتتكون من ايه ومقالتك انت بتتكون فيها ازاي انشرها على اليوتيوب بعد جدا انشر الفيديو على اليوتيوب قم بتحسين الفيديو للحصول على المزيد من المشاهدات يعني حطوا له عنوان شيق صورة مصغرة جيدة امور اتكلمنا عنها في الفيديوهات الخاصة باليوتيوب وهذا الامر سيساعدك في الوصول الى جمهور مختلف تماما لان في بعض الناس بتغلط بيقول لك ما انا عملت مقالة ونشرتها على الفيسبوك كما خلص ما نشفتها لا ما فيش حاجة اسمها كده كل شبك التواصل وليها الجمهور بتاعها في ناس مش مهتما انها تدخل على المقالة بتاعتك من خلال الفيسبوك لكن بيهتم ان هو يشوف الفيديو على اليوتيوب انا مثلا على سبيل المثال عندي في جروب ميك مانيوز دكتور رامي حوالي مئة الف مشترك لحظة تسجيل هذا الفيديو في صفحة الفيسبوك حوالي تلاتين الف في قناة اليوتيوب اكتر من سبعين الف في القائمة البريدية حوالي عشر تلاف الجمهور اللي هنا اه في ناس متشابهة اه لكن في ناس كتير جدا جمهور مختلفة في ناس اكتر حاجة مش كل يوم بيفتحوا الجروب او الصفحة لكن بيفتحوا كل يوم ايميلهم فبالتالي ان انا بعت له ايميل ده بيكون اكتر حاجة مناسبة ليه هو في ناس تانية لا مدمينة يوتيوب كل يوم هو مشترك عندي في القناة ومفعل الجرس لكن ممكن يقعد يومين تلاتة ما يفتحش الفيسبوك او فتحه بس للدردشة مع زميله من خلال المسنجر فمش بيتابع المنشورات بتاعي بتاعتي في الجروب او الصفحة لكن بيتابع اليوتيوب لو انا عملت فيديو جديد بيجلو اشعار فبالتالي بيكون الجمهور اللي هنا اللي هو في اليوتيوب مختلف عن الجمهور اللي موجود على الفيسبوك مختلف عن الجمهور اللي موجود في القائمة البريدية فدايما الامر ده اعملوا ليه المقالات بتاعتك بالذات لو انت عندك موقع بسيط بتنشر مقالة في الاسبوع او مقالتين او تلات مقالات تقدر تعمل امر زي ده بسهولة النقطة الستة او النصيحة السادسة هي تحويل المحتوى الى ملف بي دي اف يعني بتحول مقالة بتاعتك او امر معين انت تكون كتبه زي كتاب زي نصائح ايا كان بتحولوا الى ملف بي دي اف ليه هستخدم ملف بي دي اف ده زي ليد ماجنت الناس اللي متابع معايا في القائمة البريدية والناس اللي بتعرف تشتغل تسويق عبر البريد باستخدم ملف بي دي اف ده كليد ماجنت واعمل اوبت ان فورم لمسك الاميلات على موقعك زي لما تدخل على مدونة رامي عزة تلاقي بوب اب طلعالك او في ليد ماجنت على الجنب مسلا موجود لتحميل كذا 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 او لرؤيات كذا كذا او للحصول على نصائح في كذا 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 ضع بريدك وبالتالي بتاخد ايميلات الناس المهتمين بهذا المجال اليك بعض المواقع التي ستساعدك لتحميل بي دي اف التلات مواقع دول سواء بوكس سكريبت دوك درويد التلات مواقع دول بيساعدوك ان انت تضع المحتوى بتاعك وهو بيحوله لك الى ملف بي دي اف بعد كده تبدأ تستخدم ملف بي دي اف ده لمسك الاميلات المهتمين عشان بعد كده تبعت لهم روابط للمقالات الجديدة بتاعتك او الفيديوهات الجديدة او ايا كان المحتوى بتاعك وبالتالي بتروج المحتوى باكثر طريقة فاعلية وهي طريقة البريد النصيحة السبعة اضافة روابط الى المحتوى الخاص بك يعني ايه المحتوى الخاص بك احيانا بيكون عندك مقالات قديمة في الموقع بتلاحظ في جوجل اناليتكس ان هي بيجي لها زيارات بكم كبير فيفضل ان المقالات اللي زي كده يعني عندك مقالة مثلا لاحظت ان هي بيجي لها الف زيارة في اليوم مثلا يعني بيجي لها تلاتين الف زيارة في الشهر دي مقالة كبيرة او بيجي لها ميت زيارة في اليوم يعني بيجي لها تلات تلاف زيارة في الشهر ده امر ايضا جيد فداخل هذه المقالة يفضل ان انت تنصح بروابط لمقالات تكون مهمة عندك موجودة في الموقع بحيث تجلب ترافك لمقالات أخرى من خلال هذه المقالة اللي بيجي لها عدد زيارات بشكل كبير ضع الروابط الجديدة اللي بتاعت مقالاتك الجديدة في المحتوى القليل لسه ما خدتش أزورتي في جوجل وما ترتبتش بشكل كويس وما جلهاش زيارات بشكل كويس ضع هذه الروابط في المحتوى القديم الأكثر مشاهدة اللي بتعرفه منين؟ من خلال جوجل أناليتكس بيمكنك طبعا وضع هذه الروابط كهايبر لينكات أو يمكنك وضع أيضا إعلان في الوجت في الموقع بتاعك ممكن تحط إعلان لمقالة تكون مهمة أنت عاوز توجه الناس لها تذكر لكي تنجح استراتيجيات التسويق وترويج المحتوى الخاص بك تحتاج إلى زيادة جهودك الترويجية لازم تسوأ بشكل كويس أوي والطرق التي ذكرتها لك هي نفس الاستراتيجيات التي استخدمها المسوقون الأكثر نجاحا في العالم الآن هو دورك في بناء جمهور كبير إذا كان لديك أي استفسار أو كنت ترغب في توضيح أو شرع لموضوع معين من فضلك اترك تعليقا أسفل هذا الفيديو وهكون سعيد جدا بالرد عليك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد وحصري في مجال العمل عبر الانترنت على قناة رامي عزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته